بينما يراقب العالم الوضع في تايوان يتابع سكان الجزيرة بحذر وخوف مناورات الصين العسكرية فما ان تغيب المقاتلات الصينية عن سماء تايوان حتى تحلق صواريخ بكين في أجواء الجزيرة أجرت الصين مناورات بالذخيرة الحية في جميع أنحاء تايوان وهذه الزيادة المتعمدة والمستمرة في التهنددات العسكرية وإطلاق الصواريخ على أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم ليس فقط ضد تايوان لكن أيضا ضد المجتمع الدولي المناورات العسكرية الصينية التي تأتي عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان تخطت حدودها إلى ما هو أبعد من الجزيرة ووصلت صواريخ بكين الباليستية المياه الإقليمية اليابانية أطلقت الصين تسعة صواريخ باليستية بين الساعة السادسة والسابعة بتوقيت جرينتش يقدر أن خمسة من تلك الصواريخ سقطت داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان اليابان طالبت الصين بوقف مناوراتها بشكل فوري معتبرة أن هذا تأثير خطير على السلام في المنطقة والمجتمع الدولي واستقرارهما أما الصين فتصف مناوراتها بأنها رد فعل طبيعي في إطار الدفاع عن النفس على ما تسميه خرق سيادة البلاد الولايات المتحدة بدأت باستفزازها الخبيث أولا وجاء بعدها الدفاع المبرر من جانب الصين لمواجهة تلك الاستفزازات التي تنتهك بشكل صارخ سيادة الصين وسلامة أراضيها من ناحيتها حذرت دول جنوب شرق آسيا آسيان من مواجهة خطيرة بين القوى الكبرى مؤكدة استعدادها للاعب دور بناء في تسهيل الحوار السلمي بين جميع الأطراف أما حلف شمال الأطلسي الناتو فدع الصين إلى عدم المبالغة في رد فعلها على زيارة بيلوسي إلى تايوان وبينما تواصل الصين مناوراتها غير أبهة بأي تحذيرات أو مطالبات دولية تقف المنطقة عند حافة الكارثة التي ستكون عواقبها وخيمة على التايوانيين بحسب وزارة الدفاع الصينية نائل عبداللطيف تيارتي عربي ترجمة نانسي قنقر